السلام عليكم ورحمة الله يعتبر محرك السيارة هو القلب النابط داخل السيارة واللي بيتوقف عليه كافة العمليات الحيوية فيها وأحياناً بيتعرض المحرك لحالات من الضعف في العزم والبطء في التحرك مشكلة ضعف عزم السيارة عند صعود كبري أو مرتفع هي واحدة من المشاكل اللي بيواجهها الكتير من سائق السيارة ويعتبر فجدان السيارة لعزمها أثناء السير من الأمور المزعجة للسائق لأنه بيخلي القيادة أكتر صعوبة خصوصاً عند المنورة بين السيارات أو فحالات التجاوز بالإضافة أن أسباب فجدان السيارة لعزمها كتيرة سواء كانت السيارة شغالة بناء الحركة أوتوماتيك أو يدوي ضعف عزم السيارة أو فجدان التصارع يقصد به انخفاض أو ضعف أداء واستجابة محرك السيارة للتصارع المطلوب من السائق عند الضغط على دواسة الوقود ولازم تستجيب السيارة بشكل صحيح وسريع عند الضغط على دواسة الوقود ولكن لما بيتصارع المحرك ببطء جديد وما تستجيبش الدواسة زي استجابتها الطبعية واللي انت متعود عليها فده معناه وجود مشكلة ولازم يتم إصلاح السيارة اللي بيضعف عزمها فوراً لأنه ممكن يكون من الخطر القيادة على المرتفعات أو عند التجاوز وفي بعض الحالات بتكون المشكلة بسيطة ومش محتاجة الميكانيكي لإصلاحها وبيظهر فقدان العزم عند القيادة على طريق مستوي أو خلال صعود الكباري أو المرتفعات ولكن بيظهر فقدان العزم أكتر خلال صعود الكباري والمرتفعات وده بسبب حاجة السيارة العزم أكبر للتصارع بالإضافة أن القيادة في المناطق المرتفعة ممكن تأدي لانخفاض طاقة المحرك بنسبة توصل لعشرين في المية وده بسبب انخفاض الأكسجين والنيتروجين والمكونات التانية في الهواء مشكلة اختناق المحرك أو ضعف عزمه بتدل على وجود خلال في عملية احتراء الوقود داخل غرفة الاحتراء وإن أجزاء استوانة المحرك غير قادرة على إدخال الهواء والوقود اللازم لعملية توليد الطاقة أو إخراج العادي من ناتج عن عملية الحرق بشكل سلس وسليم وممكن يتسبب خزان الوقود شبه الفارغ أو البنزين السيء واللي بيحتوي على الأوساخ والرواسب أو البنزين الغير مخصص لسيارتك لضعف العزم كمان ممكن يتسبب نسيان تحرير أو إنزال فرامل الانتظار أو الطوارئ أو التساخ فلتر الهواء لنفس المشكلة وكل الأمور دي تقدر تتأكد منها وتصلحها بنفسك قبل التوجه لمركز الصيانة في حلقة النهاردة هنتعرف على الأسباب اللي بتقدي لضعف عزم السيارة وبطء المحرك عند صعود الكبار والمرتفعات ايه هي أسباب ضعف عزم السيارة؟ في أسباب كتيرة لضعف عزم وتصارع السيارة سواء كانت شغالة بناء الحركة أوتوماتيك أو يدوي ودي أهم الأسباب والأعطال والخلل اللي بيحصل للسيارة وبيقدي لتراجع عزمها خلال الكيادة وخصوصا على المرتفعات واحد انخفاض ضغط المحرك علشان يشتغل محرك السيارة بشكل صحيح ويوفر الطاقة الكافية للسيارة لازم يكون فيه ضغط جيد داخل السيلندرات طول عملية الاحتراء وممكن يكشف اختبار الضغط عن حالة بلوف المحرك والشنابر وإذا كانت الأجزاء دي بتتأكل بشكل متساوي ولازم يزيد ضغط المحرك السليم عن 100 بي اس اي مع عدم وجود اختلاف أكتر من 10% بين أعلى وقل الكراءة وإذا كانت ضغط مخافض عن الحد الموصبي فقوة المحرك هتنخفض بنسبة كبيرة ومش هتشتغل السيارة بشكل صحيح وهتفقد التصارع وهتلاحظ ضعف عزم السيارة اتنين انسداد فلتر البنزين ممكن يأثر إهمال فلتر البنزين المسدود بالأوساخ والرواسب لفترات طويلة بدون استمدال بشكل كبير على أداء المحرك وبالتالي ضعف عزم السيارة وعند استخدام صفية البنزين المسدودة مش هيسمح الانسداد بمرور كمية كافية من الوقود من خلالها واللي ممكن يتسبب في إجهاد مضغط الوقود وبالتالي ممكن يقدل تلفها وعلشان تحافظ على صفية البنزين نظيفة وعملية هتحتاج لاختيار محطات وقود جيدة لأن بعضها بيكون غير مهتمة بنظافة الخزان المركزي للمحطة واللي بيتسبب في تلوس الوقود بداخلها كمان لازم تغير صفية البنزين حسب جدول صيانة الشركة المصنعة للسيارة بدل من انتظار استهلاكها بالكامل تلاتة فلتر الهواء فلتر السيارة هو ورقة محرك السيارة وبييجي بأشكال مختلفة ووظفته هي منع دخول الأتربة والأوساخ والملوسات الضرة للمحرك علشان يقوم بعملية الاحتراء الداخلي بصورة مثالية لكن المشكلة لما بتتنفذ سيارتك هواء ملوس وملئ بالأتربة والأوساخ واللي بيخلي عملية الاحتراء غير مثالية وبالتالي بيسرع من تلف المكونات الداخلية لمحرك السيارة وممكن يكون فلتر الهواء للسيارة جزء صغير وغير مكلف ولكن الجزء الصغير ده ضروري لاقتصاد الوقود والأداء المثالي للسيارة وبمجرد انسداده ممكن تسبب خفاض في أداء المحرك وبالتالي ضعف عزم السيارة أربعة انسداد علبة البيئة أو دبة التلوث علبة البيئة أو دبة التلوث أو دبة الرصاص أو المحول الحفاظ لها دور أساسي ومهم في الحد من تلوث الهواء ووظفتها الرئيسية هي التحكم في انبعاثات الشكمان وده بتقليل الغازات والملوسات السامة الخارجة من المحرك لملوسات أقل سمية وده بتقليل مستويات أكسيد النيتروجين والهايدروكربونات وأو الأكسيد الكربون وبمرور الوقت ممكن تبقى دبة التلوث مزدودة بسبب تراكم الكربون بداخلها وده من أكتر المشاكل اللي بتقدل تلفها وبيمنع تراكم الكربون المفرط إزالة الإنبعاثات الضرة من خلال الشكمان وبالتالي انخفاض أداء المحرك وضعف عزم السيارة خمسة خلل في حساس الكامشفت بتتمثل وظيفة حساس الكامشفت في إدارة استهلاك الوقود ونظام الإشعال في المحرك كمان بيقوم الحساس بتحديد دور أعمدة الكامات واكتشاف سرعتها وده من خلال كياس حجم المجال المغناطيسي ونقل إشارة الجهد الكمبيوتر السيارة ونتيجة لده بيستخدم الكمبيوتر المعلومات دي لزبط توقيت الشرارة وتشغيل حقنات الوقود أو البخخات لحقن الوقود اللي بيحتاجه المحرك وبالتالي بتأثر حساسات موضع عمود الكامات على استهلاك الوقود والتحكم في الإنبعاثات وكفاءة المحرك وبدون المعلومات دي مش هيتمكن المحرك من العمل بشكل صحيح وهيقدي تلف حساس الكامشيفت للكتير من المشاكل ومنها ضعف عزم السيارة ستة خلال في حساس الهواء أو حساس الماف بيستخدم حساس الهواء لتحديد معدل تضفق كتلة الهواء الدخلة لمحرك الاحتراء الداخلي المحؤون بالوقود بالإضافة أن معلومات الكتلة الهوائية ضرورية لكمبيوتر السيارة لتحقيق التوازن وتقديم نسبة الوقود الصحيحة للمحرك وبيتسبب حساس الهواء أو الماف التالف في حدوث مشكلة في التصارع بسرعة أعلى لأنه بيتسبب في عدم الوصول للخليط المثالي للهواء والوقود في غرفة الاحتراء واللي بيؤدي لضعف عزم السيارة سبعة خلال في حساس الشكمان أو الأكسوجين حساس الشكمان أو الأكسوجين موجود داخل منظومة العدم وبيشتغل على تتبع مستوى الأكسوجين غير المحترق من الشكمان كمان بيساعد على مراقبة كمية الوقود المحروقة والتقليل من كميات الوقود غير المحروقة وغاز أكسيد النيتروجين الملوس للبيئة وبيحتوي الحساس على داير التسخين لتقليل الوقت اللازم للوصول لدرجة حرارة التشغيل المثالية بعد بدء تشغيل محرك السيارة وبيقيم المستشعر مستوى الأكسوجين لمعرفة إذا كان المحرك بيحرق وقود كتير أو أليم وبعدين بيرسل المعلومات دي لكمبيوتر السيارة ولما بيستعب الكمبيوتر السيارة لمعلومات عن مستوى الأكسوجين في غازات العدم بيقوم بإجراء التعديلات المناسبة على توقيت حائنات الوقود أو البخاخات وبالطريقة دي هيكون خليط الهوى والوقود في المتحرك في أفضل حالاته وبتسبب حساس الشكمان التالف في عدم الوصول للخليط المثالي للهوى والوقود واللي هيتسبب بالتالي في ضعف عزم السيارة وظيفة بخاخات أو رشاشات السيارة هي تزويد المحرك بالوقود علشان كده لما بتبدأ ترمبة البنزين في العمل بتضخ الوقود لداخل بخاخات السيارة وبتشتغل وحدة التحكم الإلكترونية على تحديد الكمية المناسبة من الوقود وبيتم إرسال إشارة للبخاخات للسماح للوقود المضغوط بالانتشار داخل السلندرات وبتقوم البخاخات برش الوقود داخل إستوانات المحرك علشان تبدأ عملية الاحتراء الداخلي وبتتأكد وحدة التحكم الإلكترونية من إن البخاخات بترش الوقود في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة علشان يتم إنشاء خليط الهوى والوقود الصحيح وممكن تتسبب البخاخات السيئة لضعف عزم السيارة وعدم قدرة المحرك على التصارع بشكل صحيح وعلى سبيل المثال لما بترش البخاخات وقود كتير في إستوانات المحرك فده هيؤدي لزيادة الوقود في غرفة الاحتراء واللي هيتسبب في إن التصارع يكون أبطأ بكتير من العادة ولما البخاخات السيئة ما تتمكنش من رش وقود كافي في غرفة الاحتراء فده هيؤدي لإضعاف قوة تصارع السيارة وممكن يظهر الأمر ده عند تحميل السيارة بحمولة قيلة أو محاولة صعود مرتفع أو كبري وبالتالي هيتوقف المحرك عن العمل لو كان ما بيخدش كمية كافية من الوقود 9- تلف أو ضعف ترمبة البنزين يعتبر ضعف عزم السيارة وفقدان التصارع من العلامات الأكيدة اللي بتدل على إن ترمبة البنزين الخاصة بسيارتك تلفة علشان كده لما تقود سيارتك بشكل طبيعي تقدر تزيد السرعة بمجرد الضغط على دواسة البنزين ولكن في حالة إن ترمبة البنزين ضعيفة أو تلفة فالمحرك مش هيستجيب لمحاولة زيادة السرعة وبيحصل الأمر ده بسبب إن الترمبة مش قادرة على توليد تضفق مستمر للبنزين عند ضغط مثالي وممكن تكون سيارتك تحت الضغط ده لما تكون محملة بأحمال تقيلة أو عند القيادة لصعود الكباري والمرتفعات وعلشان كده ممكن تواجه فقدان لعزم المحرك فجأة وده مؤشر واضح لترمبة بنزين ضعيفة وبيحتاج المحرك في أوقات الضغط للحصول على عزمة أكتر أو بعبارة تانية بيحتاج ضخ بنزين مستمر أكتر وبشكل أسرع ولما بتشتغل ترمبة البنزين المعيبة باستمرار بترتفع درجة حرارتها وما بتضخش بنزين بشكل منتظم فبيحصلوا كأن السيارة بيتم صدمعها من الخلف أو بمعنى تاني رجى واضحة في السيارة بالكامل وممكن ينتهي الأمر بتوقف السيارة عن العمل لحد بتنخفض درجة حرارة الترمبة علشان تشتغل مرة تانية عشرة تلف أو ضعف بجهات أو شمعات احتراء السيارة الغرض من البجهات هو إشعال الخاليط المضغوط من الهوى والوقود في كل استوانة داخل المحرك علشان كده موجود قطب مركزي معزول داخل شمعة الإشعال وقطب أرضي أحادي أو سنائي على الطرف السفلي مفصولين عن الطرف المكشوف للقطب المركزي بفجوة معروفة باسم فجوة الشرارة ولما بيكون الجهد المرسل من الكويلات للبجهات عالي بما فيه الكفاية بتعدي أو بتتنقل الطاقة الكهربائية من خلال الفجوة وتشكل شرارة كهربائية ولكن لما بتضعف الشرارة دي بتكون الاستجابة غير الطبعية لدواسة البنزين ملحوظة جدا عند الحاجة للتصارع القوي وهتلاحظ ضعف عزم السيارة 11.000 أو ضعف الكويلات الكويل أو ما يعرف بمولد الشرارة أو المبينة هو جزء من نظام الإشعال في السيارة وبيعتمد تشغيله على الحس الكهرومغناطيسي وبتشتمل الكويلات على تضخيم الجهد المنخفض الموجود في بطارية السيارة لـ 12 فولت وتحويله لجهد أعلى بكتير لإنشاء شرارة كهربائية في البجهات لإشعال الوقود وتشغيل المحرك وعلشان تتكون شرارة كهربائية واحدة في البجهات بيتم إنتاج حوالي 20 ألف فولت من الكعربة ولما بتضعف شرارة الكويلات هتلاحظ أن السيارة بتفقد التصارع وهتلاحظ ضعف عزم السيارة عند القيادة كمان هيبطل أو هيتوقف المحرك كتير عند الوقوف 12. خلل في حساس الـ TBS حساس الـ TBS جزء مهم من نظام إدارة الوقود في السيارة وبيساعد على ضمان إيصال القليط الصحيح من الهوى والوقود للمحرك وبيتم قياس إشارة الحساس باستمرار ودمجها عدة مرات في السانية مع بيانات تانية زي درجة حرارة الهوى وعدد دورات المحرك في الدقيقة وتضفق كتلة الهوى ومدى سرعة تغير سمام السرطل ونتيجة ده بتحدد البيانات اللي بتوصل لكمبيوتر السيارة بدقة مقدار الوقود اللازم حقنه في المحرك في أي لحظة علشان كده فأي وقت بتضغط فيه على دواسة الوقود لتسريع سيارتك بيرسل الكمبيوتر المعلومات دي لحساس الـ TBS علشان تعرف السرط المقدار الوقود اللي بيتم السماح بتضفقه للمحرك وعند وجود خلل في الحساس هتلاحظ ضعف عزم السيارة بالإضافة إن ممكن ما يحصلش الأمر ده طول الوقت وممكن توجه أحيانا ضعف في التصارع وأحيان تانية زيادة التصارع في السرعات العالية أو المنخفضة أو التردد أو التأخير في التصارع في نهاية حلقتنا نكون نتكلمنا ووضحنا أكتر المعلومات الضرورية والمتعلقة بأهم أسباب ضعف عزم السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تحدد المكونات اللي محتاجة لإصلاح ولو عندك أي أسئلة اكتبها لي وبإذن الله جاوب عليها شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله